موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم أخوكم بزعابي مدير عام منتديات مملكة مأسر هذه المرة عندي بلاي ستيشن 4 المادر بورد هذا عطلان اريد اعمل فيها تجارب واسحب نور فلاشار هذا اريد اسحب برمجة بلاي ستيشن 4 مثل ما ترون هذا التشيب راح استخدم قطعة يسمونها تنسي بلاس بلاس تنسي موجودة عندي الحمد الله هذا قطعة تنسي بلاس بلاس تنسي بلاس بلاس يجب أن أبرمجها يجب أن أبرمجها بالهيكس ملف الهيكس جدجيز هذا مختص بصناعة الملفات يعني مشهور صفحات الانترنت خاصة في تحكير نور و الناندا جهزة بلاي ستيشن 3 هو صناع الهيكس على اساس انها تسحب البرمجة من التشب الموجود في البلاي ستيشن 4 التينسي موش مخصصة لبلاي ستيشن 3 مخصصة لأجهزة كثيرة وقطع كثيرة بس لازم انت تصنع ملف الهيكس هذا الملف الهيكس راح نحصل ان شاء الله جاهز ليش نسحب برمجة البلاي ستيشن 4 سحب برمجة البلاي ستيشن 4 يعني ممكن انت تريد تعدل على ملف اخر مشكلة ظهرت لحد الان هي مثلا عصد تحكم ما تشبك على جهاز البلاي ستيشن 4 فحصلوا ان البرمجة خربانة ولازم يصلحوا او يعدلوا على البرمجة البلاي ستيشن 4 فممكن ايضا ممكن مستقبل ان ينزلها تحكير وكذا بتضطر انك تسحب ايضا البرمجة الله اعلم احنا بس موضوعنا اليوم سحب البرمجة فقط كيف نسحب البرمجة وتحطها بجهاز الكمبيوتر عندك فيه شي ثاني راح يطرح ان شاء الله في المنتدى بلوتوث ما بلوتوث بلوتوث هذا كل راح يظهر في المنتدى ما احد يسألني عن ايش راح اسوى بال الملف هذا ملف هذا تابع المنتدى المنتدى راح يظهر لك ايش فائدة هذا الملف الايسى علي رقم طويل مثل ما انتو شايفين باعطيكم صورة علي رقم طويل هو اللي راح نستخدمه راح نستخدمه راح نستخدم الرقم هذا لما عرفت التوصيلات اللي راح نوصلها في التينسي مثل ما انتو شايفين في ثمانة ارجل تحت ثمانة وفوق ثمانة ستعشر بن ستعشر بن راح اعطيك الديقرام اللي راح توصل في هذه التوصيلات من التينسي الى النور فلاش على اساس من تسحب البرمجة ايش اريد اقول اضافة في طرق كثيرة ممكن انت تتلحم كيبلات ممكن انت تقلع هذه القطعة وتجلسها على كرسي في طرق كثيرة على اساس انك توصل مني من هذه القطعة الى التينسي طيب كيف اعرف نقاط توصيل التينسي شايفين البي اس ديف وكي بي اس 4 بتحصلني الديقرام هذا بتحصل كذا شوفوا الحمد الله انه ما في لحام كثيرة يعني لو جيت انت تستخدم التينسي بلس بلس على على النور راح تلحم كل هذا الكيبلات اللي ما وجد هنا لو جيت عن ناد بتلحم كل هذا الكيبلات لكن شوف البلايستيشن 4 بس فيها يعني كذا كيبل يعني ما راح تاخذ عليك الجهد كثير بس كذا كذا كيبل وراح نلحم هنا ونسحب البرمجة راح اعطيك بعض الافكار شوفني هذا هو لتشب اللي انا قلس اشتغل عليه في البلايستيشن 4 في المادربورد اللي عندي شايفين هذا الرقم هو هاي التلحمات مكتوب انسي انسي لنوت كلكتد او نوت انكلودد او يعني ما توصل في شيء وهني عندك الوينبوند هني اربعة وهني اربعة مكتوب لي للاشياء المفروض انت او الكيبلات المفروض انت توصلها وتلحمها خلونا نشوف ايوه فاهمين واضح ما الصورة وين توصل مثلا اس سي ال كي وين وصل اس سي ال كي هني الانسي فاضي عندك التشبات الثانية هاذي وهاذي وهاذي يمكن لموديلات مختلفة انا ما مرت علي الموديلات مختلفة للبلايستيشن 4 يمكن هذا خاص من البلايستيشن 4 او لاتشب ممكن نسحب من البرمجة شوف هي كلها نفس الفكرة ممكن تستخدم انت مثلا 16 بن SOB سوب بتستخدم مثلا هذا كرسي او تستخدم هذا 16 بن سوب او تستخدم هذا في افكار كثيرة ممكن انت تصنعها تصنع لك دائرة تسحب فيها البرمجة اللي تريدها من البلايستيشن 4 بيكون الامر بسيط خلونا انتقل الى المدربورد طبعا ما صعب ما صعب انا احاول اني ابسط لك الفكرة خضر الامكان التين سي بلاس بلاس احتاج لمصدر كهرباء خارجي 3 فولت وراح اخبرك كيف تحصل على 3 فولت يفضلي كل انبير عالي ممكن تحصل عليه من الباور سبلاي الخاص بجهاز الكمبيوتر وتستخدم طرق ثانية واخدع ثانية وقطع اخرى على اساس انك انت تحصل على 3 فولت مثلا عندك محول لابتوب تركب قطع ستيب داون تنقص لين 3 فولت في اقطاع كثيرة متوفرة في صفحات الانترنت لاحظوا مع التين سي بلاس بلاس الورجين 2 هذا الاصدار الثاني مكتوب 3 فولت و 5 فولت بعض الاحيان بتكون موجودة هنا قريبة من مدخل اليوسبي ليش المقصود بال 3 فولت وال 5 فولت الخمسة فولت مقصود انه الكهرب اللي بتغذي التين سي اللي بتغذي لتشب الموجود النور اللي تريد نسحب من البرمجة عن طريق مدخل اليوسبي احنا راح نفصل الخمسة فولت هذا طبعا هو موصل على الخمسة فولت راح نلحم الثلاثة فولت القطبين هذي له ايش اللي بيصير لما يلحم الثلاثة فولت بيكون تغذية التين سي بلاس بلاس عن طريق مدخل اليوسبي وراح نعطيها كهرب ثلاثة فولت مني مني ثلاثة فولت على اساس انه نغذي النور تشب طبعا هني هو موصل انا راح اقطع التوصيل هذي يا دوب تنشاف بالعين انا خلاص كذا قطعتها حفرتها ما في اي اتصال الحمد الله خلاص وتأكد انه ما في اي توصيل احنا راح نحم الثلاثة فولت هذا مثل ما انتو شايفين ان لحمت القطبين ثلاثة فولت المكتب عليه ثلاثة فولت على اساس انه تكون التغذية للنور فلاشر في البلاي ستيشن فور بتكون مني ومني هذا الجراوند وبيكون هذا خلاص ثلاثة فولت الكهرباء هذه الثلاثة فولت بتروح للنور فلاشر لازم تكون كافية على اساس انه التنسي تتعرف على النور فلاشر بيكون تغذية الخمسة فولت عن طريق مدخل USB للتنسي نفسها وثلاثة فولت بتكون تغذية تغذية خمسة فولت عن طريق USB للتنسي والثلاثة فولت بتكون تغذية للقطعة هذه اللي هي النور فلاشر اه خلاص انا وصلت التنسي بقطعة step down على اساس انه قصل الفولت من 12 فولت الى ثلاثة فولت هاد القطعة تباع في صفحات الانترنت خلواني شوي يوضح ايوات شايفين من 12 فولت الى ثلاثة فولت تباع في صفحات الانترنت ليش انا اخترت الـ 12 فولت لانه عندي باور سبلاي ليتيون فيه الـ 12 فولت ثلاثة امبير مثل ما انتم شايفين هني فيه قطعة ثانية ممكن انت تستخدمها شوف هذا عندي باور سبلاي اه السوني عشت 19.5 فولت والامبير طبعا تقريبا اربع امبير قريب من اربع امبير راح استخدم قطعة ثانية هذا ممكن انت تضبط الفولتية اللي تحتاجها من هذا هنا المدخل المدخل طبعا تدعم الى كده ولدى عزم تشوف المدخل انا بعطيكم لينك من وين اشتريت هذا القطع وهذا الاوتبوت وتضبط الفولتية اللي انت تريدها هذا باور سبلاي مثل ما انتم شايفين هني مكتوب اصول ثلاثة 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 فولت ثلاثة 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 فولت ثلاثة فولت في القول انت تعمل البردج بين الاخضر والجراوند على اساس ان باور سبلا يشتغل لما تعمل البردج توصل كذا تعمل البردج بيشتغل طيب بيكون عندك الثلاثة فولت الجراوند البلاك اي واحد من البلاك اي بلاك اي برتقالي واي لون اسود بيكون البرتقالي بوزيتيف موجب والجراوند بيكون البلاك اوكي كلام واضح اهم شي يكون لون برتقالي فيه هذا ايضا مصدر من مصادر الثلاثة فولت او الثلاثة فاصل ثلاثة فولت وصلت تنسب الكهراب وتعمل اللون برتقالي او احمر هذا احيان رح اوصلها بالجهاز الكمبيوتر ونبدأ عملية تثبيت البرامج والتعريفات وراح نبرمجها الاساس انها تقرأ النور فلاشر في بليس فور اي ننتقل الاجهاز الكمبيوتر ولاحظ معينا عندي بعض البرامج اي 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 انا نزلت البيثون البيثون 2.7 والباي سوريال 2.7 والنوروي اتش ججيس كيت هبى خبرك ايش هذي له والتنسي لودر اللي هو راح يبرمج التنسي على البليستيشن 4 البرامج اي اتش جيد اي انا ما رد اطول الشرح بس لازم تعرف انت هذه الاشياء خلنا نشوفني البيثون 2.7 هذا لازم انت تنزلهن على اساس انك تبرمج وتخلي التين ستتعرف على الجهاز الكمبيوتر اللي عندك الانترنت شوية بطيء عندي مش شوية كثير بطيء شوف البيثون اعتقد احنا راح ما نحتاج لها 3.5 احتاج الى 2.7 نزل هذا نزلت عندي هذا البيثون وراح احتاج البيثون 2.7 نفس الكلام هذا اللي هو هذا 2.7 ويندوز اه 32 بيت الى اخره شغل حتى اعتقد على 64 بيت اه وراح احتاج الى نوروي الاس بي اي وي بس ما ظهر عندي الاس بي اي وي ظهر بالنوروي تروح الاتش جيجيز هذا هو ما شاء الله عليه يعني عامل برمجة للنور شوف الناند لا قهزة البلاي ستيشن 3 الناند النوروي لا قهزة البلاي ستيشن 3 النور والاس بي اي وي اللي هو الخاص باعجزة البلاي ستيشن 4 النور تروح ني وتعمل داونلود زد اي بي انا عندي هذا الملف جاهز نزلته بخبرك ايش هذا وبعدين في الاخير راح نزل التينسي لودر اللي هو هذا اختار لونيكس ما كنتوش ويندوز اكس بي او ويندوز سافين طبعا ويندوز سافين عندي وتختار لودر برغرام اللي هو هذا بخبرك ليش كيف تستخدمه هني هم ما عاملين شرح بالصور اللي دي بلينك باليحتاج هذا بس تست اروح وثبت البايثون ما لا داعي انك تركب التينسي حاليا خلي التينسي بعدين نثبت هذا هذا البرامج لازم تكون عندك في الجهاز مثبته بعد ما اخلص اثبت البايثون راح اثبت البي واي سيريال فيه شرح موجود صفحات الانترنت زميلنا البريطاني ما عرفي اخر نسيت اسمه هو عامل ايضا شرح قبل يعني اه اثبت هذا نيكست الاخر فنش لاحظوا في النوروي عدنا ملفات كتير هني اه شايفين الناند وي قلت لك للبيستيشن 3 الفات الناند قديمة النور را جهزة النور والاس بي واي هذا مخصص لجهزة البليستيشن 4 النور ادخل داخل واشوف ريليز وشافين الهكس هو هذا الملف اللي راح ابرمج فيه قطعة التينسي اسحبه واخلي هني وخلونا نركب التينسي لاحظ شوي انتظر شوي اهوه اتعرفت اروح على جهاز الكمبيوتر وهو سوي بربراتيس خصائص ودفايس مانيجار الكم والل بي تي مكتوب كوم بنشوف بعد شوي اه اشغل هذا التينسي ورن ازا دينستريتر يس شايفين ما فيها اي برمجة ما فيها اي برمجة نو فايل سبيسيفايد اقول لك اضغط هني بتحصل زرع التينسي اضغط عليه انتظر شوي فترة نضغط عليه ما فيها اي استقابة خلونا اطلع التينسي ادخل التينسي اه بخليها موصلة باليوسبي وراح اعيد تشغيل جهاز الكمبيوتر خليها كذا موصلة بسكر هذا وهذا وهذا اه ركبت القطع التينسي في جهاز الكمبيوتر طبعا لما تبرمجها راح تنطفي اللامبه هذي اللي تعمل بلينك افتح التينسي هذا بتشغل كمسؤول المفروض يكون عندك هني ما في اي كلام بس لان انا برمجتها ورقعت اعمل الشرح مرة ثانية راح ابر مجهب الاس بي اي واي هيكس على اساس اني على اساس اني القطعة تقرأ نور فلاشر في البلايستيشن فور راح ني اوبن هيكس اللي هو هذا الملف راح اعمل هيكس ايوه هذا اوبن وراح يقول لك اضغطني راح نضغط ظهرت الصورة مثل ما انتوا شايفين وراح ابرمج بروغرام خلاص برمجناها وهذا ايش ريبوت اضغط عملنا ريبوت اه لاحظوا الاس بي اي واي هيكس استخدم اربعة بالمئة من الممور الموجودة في التنسي بلاس بلاس الاصدار الثاني على العموم اضغط اوتو ميتماتيك مود لاحظة شوي اضغط على الزر هذا ايوه اضغط خلاص كده خلاص كده شغاله اضغط على الاوتو خلاص كده شغاله لاحظوا هني وين راحت البورتس تحصل بكتوب يو اس بي سيريال كوميكيشن كلاس الكوم ثري اللي هو المدخل رقم ثلاثة اذا هذا ما موجود اضغط على الاوتو عدة مرات حاول انك تبرمج قطع عدة مرات بنت جهاز كمبيوتر لشغل جهاز كمبيوتر حاول عدة مرات وان شاء الله انها راح تشتغل قطعة تينسي خلاص احنا برمجناها واللمبة اللي كانت تومض انطفت خلاص كده انتهى دورنا في قطعة التينسي من البرمجة وان شغل جهاز كمبيوتر وان شغل جهاز كمبيوتر من الى التينسي الى النور في لشار لاحظوا معي هذا للنند والنور تضغط كده وتضغط داخل وان شغل جهاز كمبيوتر بس انا ما عندي 16 بن لان انا لا احتمال 16 بن SOB انا عليك ان اخلق هذا هذا ايش سوي بنتي بعطيك الفكرة تفك هذا ولحظة شويه وتخليه في البروتوتيب بي سي بي هاي اسموها بروتوتيب وانزين وتركبها هنيه في البروتوتيب هاذي تركبها في البروتوتيب كده وتلحمها وتوصل التينسي بلاس بلاس انا حبيت اوصلكم الفكرة طيب لاحظوا معي هذا انا لحمت حسب الديقرام لحمت حسب الديقرام الموجود على صفحات الانترنت طيب طبعا انت لازم ايش اريد اقول لازم تنظف التينسي والتشيب هذا من الفلكس بتحصل مكتوب في الاتشيب في الديقرام مكتوب في سي سي الفي سي سي اللي هي ثلاثة فولت شوفوا هذا الفي سي سي ثلاثة فولت او ثلاثة فاصل ثلاثة فولت او ثلاثة فولت حسب الديقرام الموجود انت تلحم الكابلات ما عجبني صراحة التلحيم ما عجبني انا افضل اني اركب في السوكت هذا السكستين بين تكون عامل قطعة بروتوتايب ومركب عليها التينسي وتلحم الكابلات من الاسفل واشتري قاعدة وتخلع هذا بالهيت قن وتشبه هذا وتركبه هناك وبتكون عمورك طيب بدل هذه التلحمات تلحمات هذي ما منها فائدة تخلع عليك وقت بس لانها الحين ما عندي بس ان شاء الله راح اظهر صور في المنتدى انا بس احتاج وقت وراح اظهر الصور هذي في المنتدى خلونا نروح على جهاز الكمبيوتر ونسحب البرمجة شكله هالا ايام مبدع صراحة مبدع في الشرحة تمكانك تابع معين وين وصلنا والحين يجب نسحب الدمب وراء هذا الواء رأي فيه طرق كثيرة الساس ganhar ايام طرق كثيرة التي يستخدم الكمبيوتر تقilde الودمب على الصور اقل الكمبيوتر hold shift right click on the mouse يعني خليك ضغط على shift وبزر اليمين على الماوس وراح يظهر لك خاصية open command windows here راح تظهر نافذة الاوامر ممكن انت تكتب كذا 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 لكن انا بعطيك طريقة اسهل شوف استخدم الويلان شار براح اعطيك هذا الويلان شار جاهز الويلان شار هذا بالزر اليمين تشغيل كمسؤول جاهز بعطيك اياه هذا للنور خبرتك للبلاي سيشن ثري النور هذا للنانت هذا للفور شايفين information ودمب اللي هو سحب البرمجة ورايت كتابة برمجة والرست شب راح يمسح حتى كتابة لك لا تمسح الا بعد ما تسحب البرمجة وتأكد منها اضغط info واضغط start وشوف عندي شوف ايش اللي ظهر يقولك انا تعرفت على التينسي خبرتكم سابقا انها في الكم ثري وتعرف على السبايوي السبايوي هذا هذا السبايوي طبعا خاص ببرمجة البلاي ستيشن فورا لاحظوا الكلام الموجودين جدجيز ما قصر ما قصر عملنا البرمجة الهيكس شوف اهم شي عندك لازم يطلع اسم لتشب ولازم يطلع تشب تايب اذا ما ظهر هذا معناه تركيبك خطأ اتاكد انك ما تستخدم لحام سيء اتاكد انك تستخدم لحام جيد لازم تشيل الفلاكس وتأكد من الكهرباء والتوصيلات اللي عندك اعتقد انها تكلم كلام واضح وطبعا حقم تشب ثين وثلاثين ام بي وهذا البلوك ما بلوك الاخره والسكتورس اهم شي هذي له الحين راح نسحب البرمجة نروح نعمل دمب راح اعمل دمب مرتين وهذا راح يعمل بايناري كومبارشن عساس انه يتأكد يتأكد من البرمجة اللي انت سحبت هي راح احاط هذا البي اس فور سبايوي هذا وهذا هذا ايوه راح اكتب بي اس فور بي اس فور اوري جينال دمب اه نبدأ بقراءة الملف او الدمب الموجود في النور فلاشر للبي اس فور راح يقراء مرتين وراح يعمل بايناري كومبارشن راح يتأكد بيظهر لكلون اخضر بعدين معناه ان كل شي اوكي اه لاحظوا معي سحبنا البرمجة البرمجة الاولى والبرمجة الثانية هذا البرمجة الاولى .pin 1 اه 1.pin وهذا 2.pin وقعت بالكواحين panel comparison dumps are identical خلاص identical يعني ممتاز اه نسكر هذا ما نحتاجه اه طبعا مشرح لك انت لما تسحب برمجة البلايستيشن 4 تستخدم هذه الاشياء الثانية مثلا تصليح البلوتوث اه جاك جهاز مثلا بلايستيشن 4 خربان بالعصد تحكم ما تشبك غيرت غطاعة البلوتوث عملت المستحيل يمكن اكثر شي طلع البرمجة فلازم تسحل البرمجة وتعدل على البرمجة وترجعها فتعمل write بعد ما تعدل البرمجة اول شي تعمل erase بعد ما تعدل وطبعا لازم يكون انت محتفظ بالبرمجة الاصلية لانك اذا ضيعت البرمجة الاصلية راح تخرب الجهاز بالكامل اه وهذا الشي راح مفيد ايضا لاغراض مستقبلية راح تظهر عنه بلايستيشن 4 وين وصلنا وصلنا لل خلونا اشوف هذي ايوه هذا رقم لتشب مكتوب مكتوب MX25L2563510G انت لازم تعرف رقم التشب وتخلع بالهيتغان وتركب الكابلات وخلاص مثل ما خبرتك لازم تعرف الرقم هذا انا اعطتك ديقرامات على اساس انك اه توصل الكابلات بتحصل في الديقرام كذا منحنة الكيرف المنحنة يدل على ان الكتابة تكون كذا يعني الانحناء اللي في الديقرام هنا ايوه هذا الانحناء وين وصلنا ونشوف هذا الأوريجينال حقما تقريبا 32MB اه اه الدمب هذا اصلا مكون من عدة ملفات ممكن انت تستخدم برنامج ثاني عساس ان يفكك لك هذه البرمجة الى ملفات صغيرة وانت تصلح الملفات الصغيرة وتركع تدمجها مرة ثانية هذا طبعا بيكون برنامج اخر اه لما استخدمه في فك البرمجة هذه وارجع البرمجة بيكون في شروحات اخرى ان شاء الله اه البرنامج معروف اسمه تقريبا اول برنامج نزل اسمه باشوف اسمه بعد شوي اه هذا اسم البرنامج بي اس فور اس سي وان دي فلاش تولز باي كاسم فرم بروفيت بينزل الاصدار الاول واصدار الثاني الى اخره بتروح تشغل البرنامج رن از ادمنستريتور وتروح وتعمل استخراج استخراج نية عساس انك تفكك الملف اللي سحبناه و الى اخره هذا اللي راح نتكلم عنه لاحقا ان شاء الله في شروحات اخرى اذا انا ظهرت عندي مشاكل واستخدمت هذا البرنامج اصلا اه خلاص ما عندي شي اضيفة اعطتك مفكاري كلها في انتقادات تقول اني انا اعمل شرح طويل او ممل وتخلي الواحد ينام اصلا ما اقدر يعني ما اقدر اطوف فقرة ما اقدر كيف في ناس يعني فهمها بسيط في ناس بروفيتشينا المحترفة خلاص فهم الشيء لكن في ناس ما عارفة اول مرة فانا احاول يعني اوصل معلومة بشكل سريع والافكار اللي عندي ايضا اه طبعا ما في مشاركات في المنتدى وما في آراء وانا اتمنى المشاركات والآراء وطروحاتكم في المنتدى انا اذا عندي اشياء جديدة با اوافقكم في القناة ان شاء الله في المنتدى العمومة اخوكم الزعابي مدير عن منتديات مملكة ماستر وهذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة